عقدت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل عن أليات دمج وتأهيل المفرج عنهم وتناولت الورشة منقشة التحديات الإجرائية والمجتمعية التي تواجه المفرج عنهم بالإضافة إلى أليات دمجهم وتأهيلهم لمواجهة تلك التحديات ودور لجنة العفو الرئاسي في تفعيل الدمج والتأهيل وطرق إعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم بشكل اجتماعي المجلس القومي لحقوق الإنسان أخذ خطوة مهمة جدا أن احنا قعدين دليل تدريبي حول حقوق المحرومين من حريته حضرية بتتكلم على التأهيل والإدماج بعد الإفراج هذا التأهيل والإدماج بيبدأ منذ اليوم الأول لتنفيذ العقوبة داخل إحدى مؤسسات الرعاية وأنا طبعا بحيي وزارة الدخلية على الفلسفة الجديدة اللي انتقلنا من السجون إلى مراكز التأهيل والإصلاح شفناها في ودي النطرون وفي بدر أهم حاجة مطلوبة دلوقتي وده يمكن الدولة بتقوم به الفترة والفترة بشكل كبير قوي هو إعادة تقديم المفرج عنه سياسي للمجتمع والمفرج عنهم أو للناس أصلاً اللي خرجم السونة أو للدخلية للسجن أو اللي عندهم أي نزعة فيها حال غلط من خلال الحوار الوطني هنترح فكرة أو رؤية أو فلسفة جديدة في موضوع إعادة الدمج والتأهيل وهي إنشاء مفوضية أو لجنة أو كيان يكون معني بموضوع الدمج والتأهيل عشان يحصل مخاطبات وتربيطات ونعمل شبكة علاقات بين المؤسسات المختلفة على أساس أنه نحن النهاردة يبقى فيه صفة أو فيه رؤية أنه نخاطب إذا فيه حاجة محتاجة تدخل تشريعي إذا فيه حاجة محتاجة قرار تنفيذي الزملاء في التنسيقية دعوني لللجنة اللي عاملينها بدأنا نتكلم أسامة دعاني وفيولا وكذا حد من الزملاء دعوني بدأنا نتناقش طب إيه المشاكل اللي بتقابلك طب لو فيه مشاكل نفسية واكتئاب شديد أنت بتوصل له فستدعو دكتور دكتورة دكتورة إيناس عادنا مع بعض استمعت لي وصلنا لجلسات تأهيل